السلام عليكم متاحي طيب الكل محبيين قناة كريم كستر اينما كنتم مرحبا بكم معي مجديد اليوم في هذا الفيديو نتقسم معكم خبر مفرح كيهم كل الجالية المغربية باوروبا وهذا الخبر هذا هو اللي كانوا يتسنوه اغلب الجالية المغربية المهتمة بالذهب الى المغرب طبعا خبر مهم بزاف ضرور الانسان يتقسمه مع المشاهدين ديله قبل ما يمشي نعاس لان هذا الخبر هذا خبر كنا كانت تسنوه بفارغ الصبر اخوان والاخوات قبل ما ندخل في الموضوع عندكم يصحبكم بان هاعي الفيديوهات اللي كان شجلوا او لهذا المعاناة اللي كان تقسموها وهذا الشيكام اللي كان هد 올ه فيها راهي كان هد كلو في الخاوي او اللا غير كنخرجوا لإخوان الأخوات تتعرف واحد القضية اليوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي ولا عنده تأثير كبير ولا الصوت كي وصل عن طريق اليوتيوب أو الفيسبوك أو أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي الصوت كي وصل وخاصة ما كيكون صوت بحلقة يعني عمر بالمعاناة ديال الجالية المغربية احنا تكلمنا وهدرنا وهذه الله يومين ولا تلتي ايام تكلمت واحد فيديو وقلت بأن إلا كان المغرب ما غاديش يفتح الحدود ديرو مع إسبانيا على الأقل على الأقل يدرنا أتمنى معقولة بالنسبة للنقل الجوي ولا البحري إلا كانت الأتمنى معقولة ما كيهمش منين غادي تركب واش من إسبانيا واش من فرنسا واش في الطاليان إلا كانت تمن مناسب فماشي مشكلة احنا نتعاون مع البلاد ديالنا واحنا دائما مع البلاد ديالنا فالحمد لله جاء الفراج كان الصوت ديالنا وصلحتان الملك ديال البلاد محمد السادس نصر والله هو اللي سدخل هو اللي أعطى التعليم الديرو السامية بالنسبة للنقلات الجوية وكانت تخفيضات وصلحتان 70% بالنسبة للأتمنى العادية ديال الخطوط الملكي المغربية الخبر اللي نتقسم معكم اليوم هو خبر مفرح وكيهم النقل البحري والشيء اللي كنا كانت سنوها النقل البحري يعني المغرب رسميا وبتدخل سامي من عند جلالة الملك يعني اصدر التعليم الديرو والخبر اللي نتقسم معكم ما شيء كلام من فرق من قول من عند الوكالة للمغرب العربي للأنباء يعني خبر رسمي يعني وهذا الشي كامل التفاصيل ديالو وهم غالين يتقسموا معنا التفاصيل وحنا غالين نتقسم معكم تواصل جنوك يقول الخبر عملية مرحبا 2021 إضافة خطوط بحرية جديدة في اتجاه الموانئ المغربية هذا خبر زوين بزاف واستحق عصرالوف لايك لأنه شيء ده طب هذا هو الطب ديال الأخبار اللي كنا كانت سنوها فارغ صراحة الريباط تنفيذا للتعليمات السامية صاحب جلال الملك محمد السليس نصر الله والرامية إلى تسهيل عودة الجلال المغربية المقيمة بخارج قامت مصالح مديرة الملاحة التجارية التابعة وزارة الجهيز والنقل واللوجيتيك والماء اتصال مكتف مع شركات نقل البحرية العاملة في خطوط البحرية مع أوروبا بهدف إضافة خطوط جديدة تنضاف إلى الخطوط التقليدية الريباط موانئ السات مارسيليا وجينوة يعني دابا غادي يضافوا رحلات جديدة بالنسبة للسات ولا المارسيليا ولا الجينوة ثلاثة دي الموانئ غادي يركبوا منهم جميع المهاجرين وإضافة لهذا اللي كانت نضروف فيه دابا كان واحد الخبر آخر زوين اللي هو المغرب يعني في التفاوض مع البرتغال باش فتحوا ميناء مع البرتغال هادي يكون نقل البحري ما بين البرتغال والمغرب وهذا حتى هو واحد إضافة زوينة بزاف وراهما دابا خدامين على هذا الخط هذا باش يتفاهموا باش يحلوا خط بحرهم على البرتغال أيضا حاليا اللي زوين فتح هذا كامل واللي غنت قسمعكم اللي عادي يعجبكم الحال هو شنه هو هو التامن التامن هو أهم حاجة نحن عارفين بأن السات مفتوحة وجينوة مفتوحة دابا ولد حتى مرسيليا ولكن شنه مهم هو التامن سمعوني مزيان كيفاش غاد نقرأ لكم هنا فهذا البرتغال وضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين لهاتي اليوم أنه تم في هذا الصدد التقليص لأتمين المرجعية لتذاكير ذهبا وإيابا بالسيارة إلى تسعمائة وخمسة وتعين أورو لمن لعائلة المتكونة من أربعة أفراد بالنسبة لخطوط طاويلة المدى الخطوط طاويلة المدى اللي الناس اللي كيهودوا مثلا من جينواء مثلا الطنجة يعني الخطوط طويل هذه كوال خط طويل فهدنا سهدو يعني العائلة تكون مربع مربع الأفراد غدي خلصوا فقط تسعمائة وخمسة وتسعين ديال الأورو هموا الطنوبيل ديالهم هذا وحد الحاجة طوب مزيانة وزيد عليها مثلا من أربعمائة وخمسين ديالأورو لعائلة المتكونة مربع الأفراد بالنسبة لخطوط متوسطة المدى الخطوط متوسطة المدى بالنسبة للنسبة لنا احنا هي مثلا غدي نطلعوا لسات ونهوضوا من السات الطنجة 450 بالنسبة للأسرة مكونة مربع الأفراد مبرع هذا القضية هذي الطوب يعني أرخاص حتى من بارسلونة أنا كنت كنت نشده ومربع بارسلونة كنت كنت تقمع لي بسلمية الأورو ديبان طلحت لسات مثلا السات عندي هنا جز سوية ونص ماسومينو صلوات لسات السوية على نفس السات هذي نهوض من تم أنا والزوجة ديالي وجد البنية ديالي يعني بالنسبة لأي أسرة مغربية كتعيش في إسبانيا طلعت لسات تركب عتخلص هذي كانت تكون مربع الأفراد وهذا هو حتى من طوب اللي هو كنت من نواه زعم أشان قولكم زعم خبر أنا أنا صراحة أنا قلتها في فيديو دي قلت على الأقل إلا ما فتحوش مع إسبانيا يدرون نحول يدرون أتمينة مناسبة الحمد لله كتشفو دبا الخطط الملكية تخفيضات وصلحتها سبعين في المية دبا الموانئ البحرية وإضافة خطوط جديدة أي يزيدوا البالكوات يعني أتمينة جد مناسبة لجميع الجالية المغربية بأوروبا الخطط طويل أطول خط مثلا من جنواء حتى الطنجة تسعمية وخمسة وتسعين الأورو العائلة كاملة يعني وأقصر خط له من الساد أربعمية وخمسين الأورو في انتظار أنهم يحلوا الخطمة بين المغرب والبرتغال هاد شي هاد عادي نعرف ستضافوا هذه الخطوط لتلك المبارمجة بفرنسا ألا وفي هذا الإطار يضيف البالاغ تجري مباحثة مع السلطات البرتغالية بهدف جعل ميناء بورتي مارو ميناء بورتي مارو ديال البرتغال ميناء للعبور أوكي هادي واحد الحجم مزيئة بزاف من خلال فتح خطوط ملاحية جديدة من هذا الميناء باتجاه ميناء طنجة المتوسط يعني عيكون من بورتي مارو الاسبانيا اللي كيتواجد مثلا في سيبيا والمناطق المجاورة أو للنزل البرتغال يعني المهاجر المغاربة في البرتغال الناس المقربين من ذاك المناطق فهذاك مزيان اليوم أنهم يهودوا في ذاك الخط هذاك مزيانة بزاف هذه القضية هذه وإحنا بالنسبة للنزل الكاترونية مزيانة نطلع للسات مثلا هو أقرب نقطة بنسبة لنا يعني سيكون الأمور مزيانة النزل الكاترونية يمشون للسات ونزل المادرية للتحت ما تريد يقدر يمشون من الخط لبرتغال وكالمسافة ستقصر لهم لعلي هنا وعلى الناس للتحت هنا سيكون وحد التوافق زعم صراحة زعم تدخل ملكي زعم يحسب له ألف حساب زعم شكرا لجلالة الملك للتدخل هذا الرائع وله التعليمات السامية الرائعة اللي كنا يعني مع نشي الشكفيك دائما فيما كيكون شي تدخل ملكي دائما كيكون أخر المطاف كيكون الحل الأنسب في المشاكل بصفة عامة سواء تعلاق الأمر بالجلال المغربية المقيمة بالخارج أو لا مشاكل داخلية دائما كيكون فيما كيكون شي تدخل ملكي ولله حمد كيكون يعني نتيجة جيدة هذا خبر مفرح فرحنا كامل صراحة ما شي مشكلة أنا نضربه ثلاثة سواعد طنوبيل نركبه الدنيا هانية المهم أن الدور تكون مناسبة البر كوات يكونوا موجودين نخلصوه سيدي حين ربعمية وخمسين معداش مشكل ومشي ونشوفو الأهل والأحباب دينا هذا خبر صراحة مرائع جدا كما قد تكون خصوها على صرح بارتاج الإخوان أنا قررت ما نعش حتى نتقسم معكم هذا الخبر هذا عاد نمشي نعس ونمرتاح باش رجع يعني ذيك الفرج ورجع ذيك الرحة النفسية اللي كي تسنوي أغلبية صوت ديال الجالية نهضره نتكلمه نوصله المساج والمساج رأي وصل حتى نصاحب الجلالة سوف يتسالي الكلام نيكو وصل المساج لأعلى سلطة في البلاد كيتسالي الكلام وكيتفكوا المشاكل وليل الحمد وحنا فخورين بأننا كيني هنا كنت تكلموا في بلاستكم ودائما الفضل الكارجر عليكم ثم البرتاج ديكم دعني لكم مشاهدة ديكم هاتشي كل شي تساهموا فيه فحنا مع بعض كانت شكله كتلة واحدة تحياتي لكل محبين قناة كريم كسر إنما كنتم شكرا لكم جميعا حتى الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته